بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بات زك العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا واضحا من جميع ويبقى الآثار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخذ المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ويبقى الأثر قصة امرأة إنجليزية تقيم في الصعيد المصري سبع سنوات في عهد الإخذياء إسماعيل تروي في مشاهداتها لأحوال الفلاحين المصريين وفجور وطغيان السلطة وحماية القوانين للأجنب مع سلب حقوق الآدمية لأهل البلد المصريين نقف في هذا البرنامج ويبقى الأثر كما عودناكم على مقتطفات من المذكرات والسير الذاتية لنفتح الحوار حول ملفات تهم حاضرنا وتسلط الضوء على أسباب تسلط الطغيان والاستبداد في بلادنا وبدايات سيادة الأجنب على بلاد المسلمين معنا في هذه الحلقة يوميات لوسي دوف جوردين ومع ضيفنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وصالح بك معنا في هذه الحلقة إذن شخصية إنجليزية ليست مستشرقة ربما قد يفهم أنها دارسة للشرق الإسلامي ولكنها كتبت يومياتها نريد التعريف بلاوسي دوف جوردين وأيضا قيمة مذكراتها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة هذا كتاب من أنفع الكتب وأكثرها فائدة في فترة تاريخية مهمة في تاريخ مصر وهو أيضا من أكثر الكتب إيلاما حتى نعرف المشاهدين أنواء الكتاب رسائل من مصر رسائل من مصر هو طبعا نبدأ من البداية هي هذه سيدة إنجليزية ويعني هي طبعا أبوها كان تلميذا للفيلسوف المعروف الذي يعتبر علم مذهب الفلسفة النفعية جيرمي بينثم طبعا أي حد دارس تاريخ الفلسفة أو مر على الفلسفة النفعية يعرف هذا الاسم وله أيضا ما يمكن أن نقول له فكرة مركزية في بذرة الدولة الحديثة لأنه اخترع سجنا يسمى سجن البانو بيتكون سجن البانو بيتكون هذا له فكرة ممكن أرجع إليه بعد قليل لكن الخلاصة إنه أبوها كان تلميذا لهذا الفيلسوف وبالتالي فهو كان زمينا للرجل الثاني في الفلسفة النفعية لو جن ستيورتميل هي نجأت في بيت عجب الثقافة لأنه حتى والدتها كانت أيضا كاتبة ومترجمة نشأت في ألمانيا فأجادت الألمانية وفيما بعد أجادت الفرنسية وفيما بعد أجادت اليونانية وكانت تترجم من كل ذلك إلى الإنجليزية لكن هي أصابها السل أو الالتهاب الرئوي ففي ذلك الوقت لم يكن له علاج فكانت النصيحة أن تذهب إلى بلد دافئة في هذا الوقت تحديدا هي كانت حين أصابها كانت في الثلاثين من عمرها تقريبا لا حتى نتصور الزمن بالنسبة لنا هي جاءت إلى مصر آخر سبع سنوات من عمرها كان من 1862 إلى 1869 هذه الفترة وفقط في مصر فترة الخديوي إسماعيل هي طبعا ذهبت إلى بلاد أخرى مثل جنوب إفريقيا لكن هي فيما بعد ارتاحت على الجو الموجود في الأقصر الأقصر كانت محافظة بالقناة ثم الآن هي محافظة مستقلة فعاشت في الأقصر آخر سبع سنوات من عمرها ثم ماتت ودفنت في مصر وذكرت بأنها تتقن عدة لغات نعم وتعلمت العربية طبعا في الفترة التي قضتها في مصر أيضا تعلمت العربية لكن لم تكن على نفس الكفاءة التي كانت فيها بإنجليزي طيب الآن أربع نفتح نافدة حول هذا السجن الذي ذكرته جيرمي بينثم كانت عنده فكرة هي محاولة الاستفادة من علم النفس ومن الطبائع النفسية في التمكين للدولة في شأن المراقبة فهو مثلا سجن البنو بيتكوندا فكرته كالآتي بدل ما الدولة يبقى عندها عدد كبير من الحراس وعدد كبير من الأجهزة والتجهيزات اقترح أن تعالوا نستفيد من فكرة الإنسان في توقع المراقبة ويعني عقله الذي يتصور أنه تحت المراقبة في أن نصنع سجنا على هيئة يسلط يعني تتسلط فيها النفس على النفس يراقب فيها المرء نفسه فكانت فكرته طبعا الآن سأحكيها باختصار واختزال أننا إذا كان لدينا سجن دائري هذا السجن الدائري سلن نضع الزنازين في منتصف الدائرة سنضع الزنازين في حافة الدائرة لكن المكان في المنتصف سنضع فيه عمودا طويلا ويكون على رأسه كشافات تلقي بأضواء باهرة على الزنازين والذين يكلفون بالمراقبة سيكونون فوق هذا البرج بحيث أنه لا يستطيع السجين في الزنزانة أن يعرف أو أن يرى المراقب له فالآن حين إذن السجين كيف يشعر في هذا السجن؟ لا يشعر بالسلطة يعني لا يرى السلطة السلطة أمامه ليست مجسدة السلطة هي عبارة عن ضوء ساطع اللي هو الكشاف لكن هو لا يرى الحراس هل يراقبونه هو أم يراقبون غيره وبالتالي فيمكن للعدد الكبير من المساجين أن يراقبهم عدد محدود أو حتى لا يراقبهم أحد بالمرة طالما أنت تشعر بالسلطة دون أن تراها فهذا سيجعل في نفسك حضورا دائما للسلطة مما يجعلك تراقب نفسك بنفسك أنت هذه الفكرة ذكرت لي قبل دخولي للحلقة بأن محمد العالي قد استفادها من بنثام طبعا جيمي بنثام هذا أراد أن يطوف بهذه الفكرة على أكثر من دولة في وقته ولأنها فكرة مركزية في تأسيس الدولة الحديثة فكان محمد علي هو أفضل زبائنه الذين عرض عليهم هذه الفكرة ليه الفكرة دي تعتبر فكرة مركزية في الدولة الحديثة لأن أنت في الواقع خصوصا طبعا في أوروبا أو في الدول التي حضور السلطة فيها غير ظاهر في الشوارع بقوة شديدة الإنسان لا يشعر في حياته العادية بوجود السلطة ومع ذلك فهو يتولى رقابة نفسه بنفسه لأنه لا يدري تحت أي كاميرا يمكن أن يكون مرصودا من الذي يمكن أن يكون تابعا للسلطة فيبلغ عنه فهذه فكرة مركزية في محاولة تسليط العقل على نفسه وتسليط النفس على نفسها لأنه أحد الأفكار الأساسية في الدولة المركزية هو عاء الحضور غير المرئي للسلطة أن تكون السلطة حاضرة في ذهنك لكنها غير متجسدة بصوتها وعقوبتها أمامك هذا الرجل المهم على هذا كان أبوها تلميذا له كان أبوها تلميذا له طيب لكن كتابه هذا رسائل من مصر ما قيمته من ناحية رصد التاريخ جميل طبعا هذه السيدة حين جاءت إلى مصر هي كانت معتادة على كتابة الرسائل فهي كانت تراصل زوجها وتراصل أمها وتراصل بنتها أحيانا وتحكي لهم عن تطورها في المرض لكن الخلاصة أنها في واقع الأمر تركت لنا من خلال هذه الرسائل مشاهدات ثمينة ونفيسة لا توجد في مصدر تاريخي آخر حتى الآن لأنها نقلت صورة الأجواء على الأقل في صعيد مصر في فترة الخديوي إسماعيل وهي المصدر الأساسي في أنباء ثورة قادها الشيخ أحمد الطيب في سنة 1863 هذه الثورة لا نعرف عنها أي أخبار أخرى إلا شذرة شذرات بائسة كان كتبها علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية علي مبارك مشهور بأنه أبو التعليم في مصر كان أحد رجال دولة الخديوي إسماعيل يعني هو معظم في التاريخ المصري وهو شخصية يعني مخلصة جدا للسلطة شخصية شهادته غير نزيهة شهادته غير نزيهة هذا الرجل من الناس الذين طحنتهم السلطة الذي صار عبدا من عبيد السلطة رغم أنه على علم لا شك يعني علي مبارك صاحب الخطط التوفيقية فلولا وجود هذه النظرة الأخرى التي رواتها لوسيدوف جوردون لم نكن لنعرف عن أنباء هذه الثورة فضلا عن أنها نقلت كثيرا من المشاهد الأخرى طبعا عادة المؤرخين يحبون أو يعني المصدر الأول والأهم بالنسبة لهم هو اليوميات لأن اليوميات حتى أهم من المذكرات لأن صاحب المذكرات يكتب مذكراته بعد انتهاء الحدث فربما نسي شيئا ربما لون مواقفه ربما برر لنفسه ربما تجاهل أمورا تدينه لكن عادة الذي يكتب يومياته ويكتب رسائله لا يكون مستحضرا للمستقبل فبالتالي تكون أصدق الروايات وهذه المرأة كانت محبوبة للمصرية الحقيقة بارك الله فيك هذه ملحوظة مهمة للغاية هذه المرأة فارقة المستشرقين هي طبعا لم تأتي بغرض الدراسة ولا بغرض التمهيد للاحتلال ولا بغرض أن تعرف أحوال المجتمع ولا أن تخترقه هي جاءت بغرض العلاج ولأنها كانت إنسانة الناس معادن يعني كمعادن الذهب والفضة ولأنها كانت إنسانة طيبة وكان لديها خبرة بالطب فهي عاشت بين الناس حتى أحبتهم وأحبوها وفي كلامها كثير جدا من نقل أحوالهم ومن إدانة قومها من الإنجليز ومن الفرنسيين ومن الأجانب ومن الشفقة على المصريين وتتحدث عن أن المصريين حينما عرفوا أنها ليست إنجليزية كباقي الإنجليز فإنهم كانوا يعني أفاضوا عليها من محبتهم وكثيرا ما كانوا يهدونها مع شدة ما هم فيه من الضنك ومن الفقر ومن الحاجة والحقيقة يعني هي نقلت صورة اجتماعية شهادة نستطيع أن نقول محايدة لحال الفقر في الصعيد المصري والحرمان وأيضا مدى النفوذ الأجنبي في مصر صحيح لا سيما يجب أن نتذكر أن هذا كان مكتوبا في فترة الخديوي إسماعيل الخديوي إسماعيل مع كل أسف ما يزال يوجد في منهج التعليم المصرية وفي الثقافة المصرية باعتباره حاكم مجدد وهو الذي حاول أن يجعل مصر قطعة من أوروبا وهو الذي بنى القاهرة الخديوية القاهرة الخديوية هي مدان التحرير المنطقة منطقة التي معروفة بالقاهرة الخدوية التي كانت على النمط الإيطالي والفرنسي مع أن الخديو إسماعيل وهي تدين هذا الحدم لما كان عليه من القاهرة الإسلامية المظر الإسلامي صحيح صحيح تتحصر في هذا مع أن أنا أرجع وأقول أن الخديوي إسماعيل هذا رجل من أسوأ الناس الذين مروا على حكم مصر إنسان لا نظير له في التوحش لا نظير له في الاستبداد لا نظير له في إهلاك المال يعني لك أن تتخيل أنه استلم البلد وعليها ديون 11 مليون هذه كانت ورثها من سلافيه سعيد باشا فتركها وديونها 91 مليون جنيه هذا رقم مروع في ذلك الوقت الجنيه كان جنيها ذهبيا ذكرنا في الموسم الماضي في مذكرات محمد شفيق نعم كان أحمد شفيق أحمد شفيق باشا الذي كان مؤرخ ذلك العصر ماذا إصراف صحيح صحيح لكن أيضا تذكر وهي ربما من الطرائف في هذه المذكرات وهذه الرسائل يعني مقارنة الرجل المصري كيف يعامل المرأة وأيضا الإنجليزي كيف يعامل المرأة هذه والله من الطرائف يا شيخ عبد الله في أكثر من موقع في هذه المذكرات تذكر هي أن المصريين كانوا مندهشين لقصوة الرجل الإنجليزي على زوجته وأن الرجل الإنجليزي ليست لديه يعني الشفقة والرحمة والحنان الذي ينبغي أن يبذل للمرأة وهي تعترف بهذا وتوافقهم على هذا من أنه معاملة الرجال يعني لو نحن نتكلم عن حقوق المرأة في ذلك الوقت فكان ينبغي أن يتعلمهم منا لأنه طبعا بالمناسبة وهذا أيضا من الأشياء التي يقفل عنها كثير من الناس حقوق المرأة يعني مسألة أنها تأخذ راتبها بشكل كامل هذه لم تحدث في الغرب إلا في الخمسين والستين والسبعين سنة الماضية لم تكن قديمة قبل ذلك فالمصريين كانوا مستنكرين أن المرأة الإنجليزية مظلومة ومضطهدة وهي كانت توافقهم على أنه فعلا معاملة المرأة في هذه البلاد ليست أو أقل يعني قسوة وأفضل من معاملة الإنجليز طيب هذا الكتاب رسائل من مصر هل هو مطبوع متداول؟ جيد والله هذا الكتاب يعني نستطيع أن نقول صدرت منه ثلاث نسخ باللغة العربية النسخة الأولى صدرت في السبعينات وكان يعتبر دراسة يعني رجل اسمه أحمد خاكي أمسك بهذه الرسائل وبدأ يستخرج منها شكل المجتمع المصري في ذلك الوقت ثم صدرت له ترجمة ناقصة أظن ترجمها اسمه ماجد فتحي لو لم تخني الذاكرة فصدرت في 2012 لكن بعد ذلك صدرت طبعة كاملة يعني جاء ترجمة إبراهيم عبد المجيد نعم هو سكندري أصدر ترجمة كاملة لهذه الرسائل ومع يعني طبعا طبعا الثالثة هذه تعتبر الأفضل لأنها الأشمل الثالثة الترجمة الثالثة هذه صدرت بعد عام واحد أظن 2013 من ناحية الأشمل الفضول لكن من ناحية الترجمة والله أنا أرجو أن هذه الرسائل يعني يتوفر عليها رجل ذو قلم أدبي رصين فيخرجها بشكل أفضل من هذا طلطفت في العبارة طيب لا بس لكذلك إذن تروي قصة يعني قصة تظهر واقع العدالة في الريف في ظل حكم لخدعو إسماعيل دعنا نستمع إلى هذا الاقتباس بينما نعود إلى المنزل أتى شيخ العبابدة شخص حسن المظهر وركب جواري وقال أعرف أنك سيدة طيبة فلا تحكي هذه القصة في هذا البلد إذا سمع بها أفندين إسماعيل باشا فربما يمسك بمقشاه ويمحو القرية تعجبت في رعب وجاء مصطفى على الفور وقال لا تقولي لأحد في مصر شيخ العبابدة على حق تماما المسألة قد يدفع ثمنها كثير من الأحياء كل شيء جعلني في رعب وحزن إذا لم أكن هناك كانوا سيضربون الناس يمينا وشمالا وإذا أبديت أي رغبة في عقاب أحد كانوا سيقتلون الرجلين لقد سألني مصطفى مرات عديدة ماذا أودت أن يحدث للذي مضى عليه الآن واحد وعشرون يوما مكبلا بالأغلال وبأفكار الإنجليزية العبثية عن العدالة رفضت أن أتدخل تماما وتشاحنا أنا وعمر لأنه يريدني أن أقول إنه مسكين وتركوه وسأفوض الأمر إلى الله ظننت عمر عبثية لكن أنا التي كنت مخطئة يبدو أنها تصف واقعة تخشى أن تصل إلى أسماع لخديو أسماعي هذه واقعة سرقة واقعة ضريفة ولطيفة جدا وتدلك على الفارق بين العقليتين يعني العقلية الموجودة في مصر والعقلية الموجودة في بريطانيا وهي الآن سيدة إنجليزية فهي بالنسبة لعموم الناس لمن لا يعرفونها واحدة من الأوروبيين هؤلاء الأوروبيون الذين جاءوا مع أسرة محمد علي والذين ينهبون أموالنا والذين يتمتعون بنفوذ هائل فهي كانت تزور مرة معبد الكرنك ثم اكتشفت أنها سرقت سرقت منها المحفظة من خلال رجلين واحد كان بيبيع طائر والتاني كان يتصنع التسول نشالين نشالين سرقوا منها المحفظة التي فيها نقودها اكتشفت هذه السرقة هي في نهاية اليوم فذهبت إلى القاضي قاضي البلدة لكي تشكوا له وتحرك معها مصطفى أغا مصطفى أغا المذكور هنا هو رجل الأصل أنه هو تركي لكن موجود في هذه المنطقة باعتباره يعني يرعى مصالح الإنجليز تحديدا فطبعا له نفوذ يعني يعني هو كان وسي لكهم يترجم لهم يخدمهم يرعاهم فهنا شوف بقى مولانا حصلت مشكلتين هي دلوقتي تريد أن يعني تسترجع هذه النقوط طبيعي لما علموا الذين هم حولها ممن يعرفونها بأنها سرقت استعظموا ذلك جدا هذه الإنسانة الوحيدة إلا عندها يعني إيه نوع من إنسانية وعاطفة وبالمناسبة هي كانت يعني لها خبرة بالطب فلذلك كانت تداوي أيضا بعض المرضى دون أن تأخذ منهم أجرا فهذا مما زاد من إقبال القلوب عليها فخرج معها الشيخ حسن وده الشيخ قبيلة العباب ده قبيلة بدوية كانت يعني منتشرة في هذه الأماكن البدو تعتبرهم ناس خارجين عن السلطة قليلا ومعها خادمها ده أيضا هو اسمه عمر ده رجل مصري أو يعني شاب مصري استحبتهم من الإسكندرية لكي يترجم لها لكنه إيه لزمها وصار معها والشيخ يوسف ده واحد كان واعظ لجامع أبو الحجاج الأقصري جامع مشهور عندنا في الأقصر فأيضا كان يعلمها العربية وكان يعلمها اللغة العربية تمام استحبتهم للقاضي طبعا تكهر بالجو إزاي واحدة إنجليزية يسرق منها هذا المبلغ فهي ذهبت يعني في رأسها إنهم هيحاولوا يجيبوا الاتنين التي شكت فيهما وقالتنا لما هروح أتمنى أن هما إيه ما يكونوش يعني لازم أروح بدري علشان ما يعني لا يلقوا القبض على كثير من الناس قالت ومع ذلك لما ذهبت وجدتهم قد أحضروا هذين للصين وضربوهما ضربا مبرحا طبعا هي انزعجت لأنتو ليه ضربتوهم أنتو كان ممكن تضربوا اتنين تانيين ما لهمش زم قال لها ده احنا كنا هنضرب كل القرية الغاية لما نجيب الفلوس ده الاتنين بس ده احنا كنا كنا هنضرب كل القرية لغاية لما نجيب الفلوس أنت يا ست الكل عايزة نعملك إيه في الاتنين دول فهي رأت لا أنا مش عايزة عامل حاجة أنا عايزة العدالة تاخد مجرها هي عايزة العدالة تاخد مجرها فكرا أن فيه بلأ فيه دولة وفيه نظام وفيه عدالة فهي مش هتطلب بس فهي وبعدين وهي ماشية طالعة من المجلس بتقول فأنا افتكرت أن هما هيدربوها هيدربوهم تاني مجاملة لي فراح اتعهدت إلى مصطفى اللي هو مصطفى أغا ممثل مصالح إنه هو يتابع أن هما ميدربوش تاني ويرجعوا يعني يوضعوا في السجن وطبعا فيما يبدو لي أنه الاثنين دول إما أنهما صرفوا المال وتخلصوا منه أو على الأقل من كثرة ما لهم فيه من الفقر تحملوا الضرب والتعذيب دون أن يعترفوا على مكان المال هنا صارت فيه مشكلة القرية تخاف يعني تريد مجاملة هذه السيدة الإنجليزية بأي طريقة قالوا لها بصي إحنا سنجمع لك المال من أهل القرية لأنه خلاص مش قادرين يستخلصوا المال من الله إحنا سنجمع لك المال من أهل القرية بس يريد يعني إيه أهم حاجة تبقى راضية وما تزعليش وهي شايفت إنه هذا يعني هذا العرض هو نوع من مراضاتها فقبلت به علشان شيخ البلد يبقى واخد باله من شغله وما يتركش الأجانب نهبا للسرقة يعني بدل ما يبقى هو نايم على أودانه وسايب النشالين وبعد كين بيجي يعزب الناس فهي يعني معاقبة له إنه يجمع المال من إيه من كل بس واضح كان فيه خوف من أن القضية تنتقل من مكان اللي هم فيه الآن في ملاد الوقت إلى هي مش فهمة بقية المحافظة أو هي دلوقتي لما عرضوا عليها يعني تسمع بها الحكومة صح هي لما عرضوا عليها هذا العرض كانت فكرة إيه كانت فكرة إن ده نوع من أنواع يعني إيه جنت يعني إرضاها إرضاها لأنهم بيحبوها أو أو لأنه هم خايفين وهي مش وقدة بالها إنه هم كلهم خوف ورعب وفزع إن حديثة السرقة دي لو وصلت إلى القاهرة إلى الحكومة هتيجي حملة عسكرية توبيد القرية لأجل عيون السيدة الإنجليزية هي مش فهمة لإيه فأنت هنا إنت حتى وإنت بتقرأ بتلاقي في عقلين هي شايفة إنه آه ماشي إجمعولي الأموال علشان شيخ الغفر أو علشان شيخ البلد ياخد باله من شغله وهم بيحاولوا يرضوها علشان لو إنها يعني سخطت ممكن يبقى فيها دمار وهلاك هذه البلد مين بقى فعلشان كده بقى خادمها عمر وبقى حسن العبابدة اللي هو يعني يعتبر صديقها حسن العبدة كان شخصية على فكرة يعني مع إنه شيخ قبيلة بدوية لكن هي بتقول كان يعرف إن الأرض قروية وكان يعجب بالأطلس وكان يفهم الخريطة وكان لديه علم يعني الشيخ مثقف رغم إنه الشيخ بدوي يعني أنا طيب لا أدري سبب ذكر الأرض كروية علماء المسلمين متفقين على هذا هي بتنقل للإنجليز شيئا عجيبا إنه يا جماعة الناس اللي احنا فكرينهم في إفريقيا دول متخلفين وما عندهمش أي نوع من العلوم وما عندهمش أي نوع من الإنسانية حقيقة الناس دول يعني حافلين بالإنسانية وحافلين بالأخلاق الطيبة وحتى عندهم خبرة في الطب وعندهم خبرة في العلوم التي نظن إنها لم تكن عندهم أنا بس دا استطراد لكن أرجع إلى القول هي دلوقتي بقى الشيخ يوسف وعمر عمر يقول لها إيه هتسيبي الراجل ده مسجون 21 سنة قاله طب يعني أعمل إيه قالها تقولي الراجل ده مسكين وأنا سمحته طبعا هي مش فهمة أنا مسكين ويجي الشيخ حسن والشيخ يوسف اللي هو بيعلمها العربية لغاية لما انتبهت من رعبهم وهلعهم بيقول لها انت لو مرحتيش وطلعتيه من السجن فالراجل ده المساري الطبيعي بتاعه إنه هو يبلغ المديرية في قنة اللي هي المحافظة ثم ينفى هو بنفسه إلى منطقة شديدة الحرارة في السودان اسمها فازو أغلو ينفى اللص ينفى اللص دي الأجانب بيسموها سيبيريا الحارة كان أي حد بيعمل حاجة في مصر يروحوا ينفوه حتى يموت هناك أما القرية بقى فإنها ستأتيها حملة عسكرية تبيدها ويموت في ذلك الآلاف والمئات لعيون السيدة الإنجليزية هي بتقول أنا شاملني الرعب من هذا المصير وراحت بسرعة تنازلت عن القضية وأخرجت هذا المسكي وقعت السرقة دي دلالتها فيه فإنك الأول تشوف إلى أي حد كان الأجنبي مهابا ومصانا وتتحرك له القوة العسكرية حتى تقتل أهل البلد من أجله ومن أجل رضاه والناس مش أدرين يواجهوها بهذه الحقيقة خوفا من غضبها وسخطها فعندهم استعداد يضحه بواحد أو يضحه بالاتنين اللي هم اللصوص مقابل ألا تسخط هي وعندهم استعداد يجمع لها الأموال من أنفسهم مقابل أنهم ينقذوا القرية نعم ومن لطف الله حدثت مع هذه السيدة اللي هي متعاطفة معه وإلا ف لو مع غيرها ممكن ربما أصرت على أن تصل وقد حصل هذا بالفعل حصل هذا بالفعل يعني هم طبعا المصريين في ذلك الوقت كانوا يختزنوا هذه الخبرة هذه السيدة إذا سخطت فمعنى ذلك أن القرية كلها ستبات طيب هي في هذا الكتاب أيضا وهذه الرسائل تصف أحوال الفلاحين في اقتباس أو فقرة دعنا نستمع إليها لكن بعد فاصل قصير بسفر الحياة دروس عظم تفيد لذيب تزكي العمر لنا عبرة في تجاربي من سعون النجاح ونالوا بسفر الحياة دروس عظم تفيد لذيب تزكي العمر لنا عبرة في تجاربي من سعون النجاح ونالوا بسفر الحياة ما زلت حزينة أكثر على الكرب اليومي للفلاحين الفقراء المساكين الذين يجبرون على السخرة وأن يأخذوا الخبز من أفواه عائلتهم ويكتحون من أجل فائدة رجل واحد مصر مزرعة واحدة واسعة يقوم فيها السيد بتسخير عبيده دون حتى إطعامهم من نافذة الآن أرى الرجال يحيطون بجمالهم المسكينة التي تنتظر قوارب الباشا لتأخذها وتلال الذرة التي أجبر على إحضارها لإطعامها أستطيع أن أخبرك بأن الدموع التي تطل من عيني الناظر إليهم ساخنة وحدة لا مظالم لهم تحرك أحدا ولا جوع ولا ألم وعمل دون مكافأة ولا أمل مرارة دائمة إذن تروي هذا المنظر البائس وتسجله لواقع السخرة على الفلاحين المصريين في الصعيد المصري في عهد الإخداوي صحيح هو يجب أن أقول كتاب رسائل من مصر مطبوع في حوالي خمسمائة صفحة يعني أربعمائة حاجة وتسعين يعني نعم ولا يمكن لا يمكن أن ألخصه في في مثل هذه الحلقة ولكن أنا أتمنى أنه من أراد أن يعرف صورة الشعب المصري في زمن الخديوي إسماعيل وفي زمن أسرة محمد علي فهذا الكتاب من أحد أهم هذه المصادر بالمناسبة لكي لا يختلط أيضا على المشاهد فيه كتاب اسمه رسائل من مصر لسفير سويسري كان موجود في مصر اسمه جون نينا هذا غير رسائل من مصر التي نتكلم فيها عن لويسيدور جوردون الكتاب يا مولانا حافل بالمآسي ومن الأشياء الطريفة التي يعني نادرا يعني لم أرها في مصدر آخر ما يحصل في مصر الآن من هدم المقابر الأثرية على يد عبد الفتاح السيسي كان له نظير فعله سعيد باشا اللي هو ابن محمد علي سعيد باشا كان يدرب فرقة المدفعية المصرية على هدم القباب والمقابر التي تركها الخلفاء العرب وهدم على الأقل 86 مقبرة كما تذكر كانت من أجمل وأروع ما يكون الحالة هي تنقل أن الأوضاع المصرية يهيمن ويخيم عليها البؤس الأطفال يخيم عليهم الهزال يعانون من سوء التغذية لا يكادون يضحكون لأنه لا يوجد سبب للضحك الأطفال والبنات الصغيرات يقومون بالعمل الذي يقوم به عمال البناء في أيرلندا في إنجلترا يعيشون في أكواخ تقول أشد قذارة من أكواخ الخنازير لا تصلح للسكنة ولا للعيش والمشهد المصري كما رأته مجموعة من الأكواخ التي لا تصلح للحياة البشرية يقيم فيها من يبنون قصورا كبيرة وكثيرة لأهل الحكم والسلطة في مصر وهذه القصور نفسها قصور مهجورة لأنها أكثر بكثير من حاجتهم نحن ذكرنا أن الخدوى إسماعيل هذا كان مغرما ببناء القصور وبناء القصور العديدة هي بتقول أن هذه الأموال لو أنها ألقيت في النيل لكان هذا يكون أفضل لأنه على الأقل كان سيوفر وقت الفلاحين ومجهودهم ليرعوا أرضهم لأنه في ذلك الوقت كان الناس يسحبون إلى العمل بالسخرة يعني يسحبون من بيوتهم ويسحبون بشكل مهين يقيدون بأغلال الأغلال في أيديهم وفي غقابهم ويسحبون بعشرات الآلاف كان مثل العبيد يعني صورة العبيد كان العبيد لكي يعني يقوموا بالعمل الذي سيأخذ ثمرته في النهاية الأجانب هي حتى تذكر أن الأوروبيين كانوا بتقول نصف الأعمال الوحشية التي تحدث تحدث تحت عنوان الحداثة والإصلاح والرقي والتمدن والأوروبيين نفسهم بدأوا يعني يتقبلوا هذا الوضع حتى الاستعمار جاء بصورة نقل الحضارة أصلا لم يأتي هكذا آه بس هي حين تقرأ رأسها كأنها تنقل إلى الغربيين المظهر البشع الموجود تحت الصورة البراقة الظاهرة لهم التي تتحدث عن مصر فهي تذكر أنه كل اللي بيحصل ده بيحصل على دماء وطاقات الشعب حتى أنه هذا الرجل اللي هم الحكام لا يتركون للناس ما يأكلونه يعني بيقول حتى عنده عبيد يطعم هؤلاء العبيد لكي يبقون على قيد الحياة أما هؤلاء فإنه يظهر عليهم الهزال لدرجة أنه يضطر الرجل صاحب الأرض يضطر حين يأخذ للسخرة أن يترك أرضه والأرض تفسد والمحصول قد لا يجنى لأنه مفيش حد يعمله ويضطر إلى أن يأخذ غذاءه معه لأن هناك لا يعطى إلا قرشا واحدا لا يتمكن معه من حتى الطعام الشراب الطبيعي وبالتالي فهو يترك الأرض ثم يترك زوجته وأولاده جوعة لأنه أخذ معه حصيلة القمح أو الذرة وصنعت له خبزا فبالتالي كان يعني مشهد الناس وهو وهم سائرون هكذا في الأغلال كالعبيد ليس مشهدا مؤلما خاصا بهم بل يترك وراءهم أرضا بائرة ويترك وراءهم أسرا هلكة بتقول في النوبة الوحدها سيق أربعين ألف من رجالها للعمل في حفر قناة السويس أربعين ألف وإنت حين ترجع بالذاكرة ويعني تنظر القناة القناة يعني أنفقت عليها أموال المصريين وحفرت بمجهود المصريين مات حوالي ستين ألف في القناة بحفرها ستين ألف ومع ذلك ملكيتها ومنافعها عادت للفرنسيين والإنجليز وفيما بعد باع الخديوي إسماعيل نصيب مصر اللي هو البقية الباقية من يعني حصة مصر في ملكية هذه القناة هذه استنزاف لهؤلاء الفقراء إلى حتى العظم نعم استنزاف هائل أرجع إلى القول مهما ذكرت ومهما حكايت طريقة استقبال إخدئو إسماعيل في ذات مرة كانت هناك انتظره الناس المدة ثلاثة أسابيع آه مثلا هذه هي بتقول مثلا هذه من القصص التي ترويها أن الناس سيقوا يجمعوا بالسخرة فحشروا في جرجة مدينة في محافظة سهاج على أساس أن الخديوي وهو معدي في باخرته النيلية سينزل ويتفرص فيهم ويختار منهم من يريد الباشا نسيه فبقوا هم ثلاثة أسابيع يبيتون في العراء وفي البرد والانتظار الباشا طيب وهو عائد من رحلته أيضا نسيهم فرحوا نقلوهم إلى أسيوط وأيضا ذهب تقول كل هذه الأوقات تظلوا بلا عمل وبلا أهمية طبعا هم تاركين بيوتهم وأراضيهم لأنه لا أحد يجرؤ أن يذكر الباشا بأن هناك مئات من الرجال موجودين ينتظرون منه نظرة لكي يتفرس فيهم ويأخذ منهم ما يريد فالحالة التي كان يعيشها الناس في مصر في ذلك الوقت حالة في غاية البؤس في غاية الشقاء وهي تذكر أنه لا أحد آمن في هذه البلد وبتقول حتى في أحد رسائلها لأختها بتقول لها شوف ما تتصوريش إن أنا ببالغ في اللي أنا بقوله هنا أي حد عنده خروف المدير بتاع النحية بياخده منه أي حد عنده شجرة مثمرة المدير بتاع النحية بياخده منه برضو والأرض كلها في هذه البلد ملك للحاكم فإما ياخد اللي هو عايزه وأحيانا لما تعجبه حتة الأرض دي يروح ياخدها وينتزعها من صاحبها صحيح إنه هو بيستبدلها بعد شوية يقول أنا خدت منك فدان هنا وهدي لك حتة فدان في الصحراء يقول لك فيترك الأرض التي زرعها وغرسها ورواها مقابل قطعة أرض في الصحراء ربعا هذا يحدث في أيامنا هذا أيضا مع عبد الفتاح السيسي أنت لا تكاد يمر أسبوع أو أسبوعين إلا ويقتب عبد الفتاح السيسي تخصيص كذا ألف فدان للقوات المسلحة حتى في السعودية كان ابن سلمان أخذ كثير من الأراض ينتزع نعم هو يعني نحن يعني مشاهد البؤس التي أسس لها هذا العهد الحقيقة ما تزال موجودة ومستمرة ولكن أنت حين تقرأ هذا يعني تشعر أو يعني تصيبك الكآبة الشديدة لما عاشه الناس في ذلك الوقت تذكر قصة الأرمني الذي كان يعمل في مصر اسمه هكيكان هكيكان نعم هذا الرجل طبعا كان أرمنيا كان مساعدا لها يعني طبعا هو أحد الأجانب الموجودين في مصر قدم لها بعض الخدمات نعم وهذا الرجل كان من المستغربين والمتعجبين أن المصريين يعاملون بهذا القدر من السوء يعني هو بيقول حتى الرجل الصاحب العبيد ينبغي أن يطعم عبيده أما هؤلاء فإنه لا لا يعطيهم حتى ما يطعمهم وبيقول يعني مما رأاه من هذا الشعب فإنه شعب يعمل بإخلاص وبصدق وصبور وكذلك حتى يعني راضي بما يعني بالقليل يعني ليس متمردا ومع ذلك لا يتعاملون معه إلا يعني إلا بالصوت وبالعصى وبيقول من الأمور الطبيعية أي أي شعب يمكن أن يقاد بالصوت طالما أنه الذي يمسك بهذا الصوت لن يتعرض لأي حساب أو عقاب يعني أي شعب يمكن أن ينزل تحت هذه العبودية إذا تسلط عليه مستبد وطاغية لا يملك أنه أحد أن يحاسبه وهذا الطغيان جعل وزرع عدم الثقة حتى مع الطبيب الذي أرسله الحاكم لأهل القرية هذه من المشاهد أيضا المؤثرة أنه الناس كانوا يتجنبون التعامل مع طبيب الحكومة لأنه كان لديهم قناعة بأن طبيب الحكومة يسمم المرضى من يعني قلة ثقتهم في الحكومة كان عندهم وبالمناسبة شيخ حفظ الله أنا إلى وقت قريب يعني في طبقة أجدادي سمعت منه هذا يعني ليس جدي مات قبل أن أراهما لكن أنا سمعت من يعني واحد في طبقتهما أنه أيام كان في وباء في مصر كان كانوا حينما يعطون الأمصال للناس فذهب أحد الرجال وكان قويا فسمع الطبيب يقول لمساعده لا هذا قوي فيه منه نفع إدله من المصر الحقيقي فكأنه كانوا يفرقون بين الناس يعني فعلا لم يكن هناك ثقة في الأطباء وهذه أمور لها شواهدها يوفر المصر الحقيقي لمن فيه نفع لهم لمن فيه نفع لهم وأما البقية فلا يعطوناهم ذلك فيعني روت هي عن الطبيب الذي كان موجودا في الصعيد في ذلك الوقت أن أحدا لا يتعاون معه وأنه بعدما يمشي يقول لا ده نحن كويسين وبخير وكل حاجة وبعدما يمشي يروحوا ييجوا عندها علشان يتعلقوا نعم فتقولهم طيب انتوا لي ما كلمتش الطبيب لا ده حكيم المركز يعني ده الطبيب الرسمي وإذا يعني تعاملنا معه سيرسل بنا إلى المستشفيات في قنة وهناك سيسمموننا نعم طيب هي الحقيقة هناك كثير من الصور ترويه ومشاهدات وحياة الأحداث التي مرت في الصعيد المصري في ذلك الوقت ومدى الظلم والإجحاف لكن نحتاج أن أختصر وأنتقل إلى ثورة ثورة في الريف روت منذ أسبوع سمعنا بأنه تمت مهاجمة باخرة بروسيا وقتل كل من كانوا عليها واحترقت الباخرة وبأن عشر قرن كانت في ثورة لا تنتهي وأن أفندينا نائب السلطان العثماني بنفسه أتى ومح القرية كلها وأباد سكانها الحقيقة ظهرت الآن وهي أن درويش مجنون أحدث فوضى لقد فعل كما كان أبوه يحب أن يفعل منذ ثلاثين سنة واستهدف ثورة ضد الأتراك ثلاث قرى شمال قنا هي جاو والريانية والبياضية اشتركت في الفوضى وجاء فانض الباشا بالقوارب البخارية فأحرق فأحرق القرى وأطلق النار على نحو مئة من الرجال ودمر الحقول في البداية سمعنا أن ألفا قتلوا والآن مئة النساء والأطفال توزعوا هاربين على القرى الأخرى إذن هذه ربما اختصار لنبدأ عن هذه اختصار لثورة حدثت ما نريد نبدأ عن هذه الثورة وأيضا مصادرها نعم طبعا هذه صفحة من الصفحات السوداء في التاريخ المصري أنا ذكرت في بداية الحق أنه هذا الكتاب كان المصدر الوحيد بخلاف المصدر الحكومي الذي هو علي مبارك الذي ذكر الكلام في فقرة عابرة وهي تذكر هنا أن هذا الرجل الذي هو الشيخ أحمد الطيب فعل مثل ما فعل أبوه من سبحان الله من مواطن الاتفاق والشبه أن ثورة أبوه هذه أيضا ليس لها مصادر إلا إنجليزي كان موجودا في الصعيد في ذلك الوقت اسمه جيمس جون جيمس أغسطس جون هذا في 1820 وعشرين له أيام محمد علي كان له وكتاب اسمه مصر والنوبة على حد علم الكتاب لم يترجم على حد علم الكتاب لم يترجم فالشيخ أحمد الطيب الذي الذي ثار أيام محمد علي هو هذا أحمد وهذا أحمد الاثنين أحمد يعني أحمد أحمد الطيب هذا الشيخ الكبير بقى أحمد الكبير لما يعني قام بثورة على محمد علي محمد علي عمل إيه أرسل جيشا من القاهرة واستدعى جيشا من السودان فصار الرجل الموجود في الصعيد هو سبب الثورة أولا هو سبب الثورة هذه غير يعني لا يكشف عنه بوضوح لأنه بس لكن احنا متكلم في 1820 كان محمد علي يحكم البلد بقاله 15 سنة فما حصل من يعني النهب والسلب والتحديث كان شيئا بشعا لأن محمد علي بالذات من بعد 1811 بعد مذبحة المماليك تحول إلى يعني كشر عن أنيابه ووجد منه المصريون ما لم يكونوا يتوقعونه فثورة الشيخ أحمد الطيب أحد الثورات الموجودة في الصعيد هنا أرسل محمد علي الجيشين ماذا فعلوا أبادوا القرى أبادوا القرى لدرجة أنه مما رواه هذا الرجل الإنجليزي أنهم كانوا يضعون الذي يقبضون عليه في فوهة المدفع ويضربونها تدري لو ينفجر الجسم بالكامير وهذا ما فعله الإنجليز فيما بعد في الهند كانوا يربطون الشيخ المسلم فيما يعرف بثورة العلماء في الهند يربطونه على فوهة المدافع وهذه لها صور ثم يقذفون المدافع فيتمزق هذا الشيخ فمحمد علي أباد القرى قتل الناس أحرق هذه المنطقة حتى يعني لكي يجعلها عبرة لمن يعتبر الأما الثورة الثانية التي جاء بها ولده بعد حوالي أربعين سنة متكلف حوالي 1865 الآن هذه الثورة بدايتها كما ذكرت أنه امرأة جارية مسلمة بيعت لقبطي فهو بيعت كأنها جارية للخدمة فأراد أن يتخذها من نسائه رفضت فذهبت لشيخ القرية الذي كان موجود في ذلك الوقت في أسيط وشكت له أن القبطي يريدها طبعا مما هو ضد الدين ومما هو ضد الشرف أن الجارية المسلمة تكون ملكا لغير المسلم فذهب إليه الشيخ أحمد الطيب وأراد أن يعطيه ثمنها لكن القبطي رفض وأراد أن يجبر هذه المرأة على أن تكون من نسائه فهنا بدأ التململ واعتراض وتصاعد الأمر إلى الحكومة الحكومة طبعا وقفت إلى جانب الأقباط لأن الأقباط في ذلك الوقت كانوا بدأوا يلتفون حول الوجود الأجنبي وكان الوجود الأجنبي بدأ يستعين بالأقباط وبالتالي تصاعد الأمر رافق هذا أن البلد كانت تعيش حالة من المجاعة وحالة من الاضطهاد كما ذكرنا بعد صوره وأكثر صوره لم نذكرها فأدى هذا إلى هذه الثورة التي كانت في هذه القرى القرى الثلاثة الموجودة في أسيط هذه الثورة معروفة حتى الآن في الوجدان الشعبي المصري عند هذه القرى بيوم الغارة يوم الغارة وهناك يعني بعض المنطقة التي خربت لا تزال خرابا حتى الآن وتسمى حتى خربة في أسيط عند قرية جاو ما الذي حصل حين جاءت ثورة أرسل الخديوي إسماعيل فرقة عسكرية فرقة عسكرية حرقت القرى إبادة لا رجل ولا امرأة ولا صبي حتى وأجبر كان طبعا بقيادة فاض الباشا والذين اعتقلوهم بعد هذه المقتلة أرسلوهم إلى فازوغلو التي نقولناها سيبريا الحارة ومنع من أن تدفن الجثث فبعض الذين شاهدوا يقولون أنه كان في جثث لنساء حوامل شقت بطونهن وقتلوا في القرى وأبيدت هذه القرى تماما ومن المشاهد أن بعض هؤلاء الأسرى كان يؤتى بهم فيبطحون أرضا عشرة 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 ثم بالفؤوس الحادة تقطع رؤوسهم أمام فاض الباشا وهو يتفرش والتقدير أن من قتلوا في هذه القرى كانوا ما بين 1600 وأحيانا رجل فرنسي كان يقول بأنهم أكثر من 2000 في ذلك طبعا 1600 أو 2000 للقرى في ذلك الوقت هذا حقيقة هو الإبادة سكان القرية نعم سكان القرية في ذلك الوقت كانوا لا يتجوزون المئات فأنت حين تتحدث عن 2000 أو 1600 فمعنى ذلك كان لها دور هي نفسها في مساعدة صحيح صحيح لكن مع هذا التوحش الذي نقلت أجزاء منه أولا هذا الثورة كانت نقلنا في محافظة أسيط لكن أصل العائلة كان في قنى فكل من كان يمت بصلة نسب إلى الشيخ أحمد الطيب الثائر كل هذا قبض عليهم من قنى وامرأة رجل طفل وسيقوا إلى السجون مكبلين بالأغلال كل من يمت له بصلة قرابة هنا وقعت هي مما ترويه عن مشاهداتها الخاصة أنها لجأوا إليها في عدد من الأمور أولا هذا أبو الشيخ مش عم الشيخ أحمد الطيب اللي هو الرجل الذي كان آمنا ساكنا في بلده ثم سيق مع عائلته هذا ما كان أحد يستطيع أن يوصل له لا أموال ولا أن يعرف منه أخبارا فبعض هؤلاء الذين عرفوها ولمسوا منها هذه الإنسانية توسلوا إليها بأن تدخل هي بهذه الأموال وتحاول أن تقابل هذا الشيخ توصل له هذه الأموال وتعرف منه هذه الأخبار لأنه لا يستطيع أحد لا من المشايخ ولا من الأعيان أن يفعل هذا وهذا يعطيك كيف كان حال الأجنبي ونفوذه في ذلك نفوذ الأجنبي دائما يحتمون به لكن لذيق الوقت سيد أستاذ أحمد محمد هناك بعض المسائل يحتاج إلى طرحها ومثل الآن ربما هذه الصورة التي وصفتها ربما هي التي جعلت في حس المصريين كره الأتراك والعهد التركي ووضعت شرخ بين الأتراك والمصري نعم إذا كنت أحتاج أن أركز على أمرين في نهاية الحلقة فهناك أمران أنا أشعر أنه لا يتعرض لهم أحد هذه الفترة فترة أسوة محمد علي حصل فيها تغييران كبيران في المجتمع المصري التغيير الأول أن هذه الفترة التي كره فيها المصريون الأتراك يعني حتى الآن كل التراث المصري في كراهية الأتراك يعود إلى هذه الفترة لأنهم رأوا من الأتراك الذين هم في الخير المصريين محمد علي وسلطته أسرة محمد علي وسلطته وهو بعيد عن السلطان العثماني وإلا فقبل ما هم طبعا ليس تحت سيطرة السلطرة عمليا هم ليسوا كانت مصر تقريبا عمليا مستقلة وإلا فقبل ذلك حين ترى مثلا في كتابات الجبرت أو كتابات المؤرخين في العصر العثماني لم يكن لدى المصريين هذه الكراهية للأتراك فهذه الفترة جعلت شرخا فضيعا وعميقا بين المسلمين من المصريين والأتراك الأمر الثاني أن هذه الفترة هي التي جعلت كثيرا من أبناء الشعب المصري يعجب بالأوروبيين ويتمنى أن يكون في بلادهم نظام مثل نظام الأوروبيين لأنهم صاروا يرون أن الأوروبيين عندهم قانون وعندهم احترام ولا يستبيحون شعوبهم بل كثير ورد في هذا الكتاب مناشدات لها بأن تأتي بالملكة لكي تحتل مصر يعني كانوا يقولون لها نحن نتوسل إلى الله بأن يأتي الإنجليز ليحتلون ويخلصون من هذا الحكم هذه الكلمة قيلت أكثر من مرة فهنا بداية خلخلة الانتماء الإسلامي والعاطفة الإسلامية وبداية الإعجاب بالأوروبيين وبما عندهم من أنظمة وقوانين إنما جرت في هذه الفترة السوداء الحالكة في تاريخ مصر اللي هي فترة محمد علي وأسرة محمد علي وهذا أمر ما يزال مستمرا حتى الآن حتى الآن وعبرت عنه مسلسلات وعبرت عنه روايات وعبرت عنه مقالات يعني مثلا الحسنة التي تنسب إلى الحكم العسكري أنه خلصنا من سيطرة الأتراك لأول مرة في هذه الفترة أصلا ينتبه المصريون إلى معنى القومية ومعنى أن مصر للمصريين يعني متى نشأ هذا الشعار مصر للمصريين نشأ في هذه الفترة ولذلك هذا الشعار رفعته الثورة العرابية مع أن أحمد عرابي كان شديد للولاء والتقدير للسلطان العثماني لكن يعني هذه الفترة حصل فيها هذان الشرخان الكبيران من المؤسف أنه لا أحد يتحدث عنهما رغم ما لهما من الأثر السيء المستمر حتى هذه اللعبة وهذا ربما ردت فعل طبيعي عندما يرون الأجنبي يأتي فقيرا إلى نصر ثم يصبح غنيا ولا ينالونهم ثروة هذه البلاد أنت حين تقرأ المشاهد البائسة لا تستطيع أن تلومهم ولا أن تنكر عليهم يعني مثلا في واحد اسمه هذا رجل فرنسي كان يعمل مدير لمحجر الكبريت في الصعيد هذا الرجل جاء فقيرا وصار من أغنى أغنياء الناس ويشتري في الصفقة الوحيدة ألاف الأفدنة من أموال المصرية ومع ذلك حين يطرح أنه آدي فلانا هو اللي جي فقير وصار من أغنى الأغنياء فلاقي واحد تاني يرد عليه يقول له إيه بس خد بالك برضو ما همونيين ده في الآخر بيأكل من فلوسه وبيطبح من حيواناته ومش زي المدير التركي اللي هو إيه لما يحب يأكل خروفي يأخذ خروف من الفلاحين ولما يحب يطبخ طعام أو بتاع أنت ترى في هذا الكتاب من مآسي فرض الضرائب ومن جلد الناس ومن تعذيب الناس لدرجة هي يعني لا أستبق الوقت هي نفسها بتقول أنا شفت سفينة محملة عبيد من المأسورين في هذه الثورة هي ذهبت تحاول أن تنظر ماذا في هذه السفينة فالرجل قائد السفينة أبحر بها ابتعد بها في النيل يخشى من أن تراه امرأة انجليزية فتكتب عنه شف أنت أنظر كيف أن السلطة المصرية ليس لديها إشكال في إبادة القرى وفي استعباد الناس لديها إشكال في أن يتسرب الخبر إلى الصحافة الإنجليزية حتى بتقول الشيخ يوسف بيقول لي ما تكتب اللي أنت بتشوفي ده لصحفة الطايمز البريطانية يقول لي يا رب دي من علامات الساعة ولا إيه شيخ موجود في الصعيد عايزني أدفع عنه في الطايمز البريطاني وربما التاريخ يعيد نفسه وكفى به واعيضا لأكمل هذه الأحداث نشكرك شكرا جزيلا لأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية كما نشكركم يا إخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع مذكرات لشخصية أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وضار ترجمة نانسي قنقر